إذا حابت هاجر الإسبانيا بدون شرط عقد العمل وبدون شرط اللغة وبدون سن محدد ومن أي دولة مهما كانت جنسيتك فيديو اليوم ممكن يكون حليك ومن خلاله تهاجر الإسبانيا في 2024 أنا اليوم سأقدم لك كل المعلومات عن الفيزا هذه ما هي الفيزا لما عملتها إسبانيا ما هي الامتيازات وما هي الشروط والأوراق المطلوبة اللي لازم تجهزها حتى تقدم بها على الفيزا أعمل لايك للفيديو كدعم للمجهود وإذا كنت جديد في القناة يشترك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد نقدمه أول بأول بالنسبة للمسابقة اللي عملناها البارحة للقناة الإجابة الصحيحة هي 23 شركة أحنا أخرنا كل المتابعين اللي ذكروا الرقم الصحيح في التعليقات وعملنا قرأة عشوائية بينهم والثلاث فائزين ستطلع أسمائهم أمامكم الآن القرأة عملناها على حساب الأنستغرام موجودة على ستوري الأنستغرام حاليا لأنه ممنوع نعمل قرأة على اليوتيوب المهم حتى نبينه مصداقيتنا شاركت معكم كل شيء على الأنستغرام والثلاثة اللي فائزوا معنا يرسلوني الآن على الإيميل هذا حتى نقدم لهم على الشركة حظ موفق للبقية حسنا الفيزا اللي سنتكلم عنها اليوم تسمى فيزا الغير بحية في إسبانيا ما هي الفيزا هيري ولما عملت حكومة إسبانيا من أصله الفيزا هيري يا جماعة تسمح لشخص أنه يسفر ويعيش في إسبانيا من غير ما يشتغل فيها يعني أنت مثلا حابة هاجر الإسبانيا قدم على الفيزا هيري وتسفر الإسبانيا وتعيش فيها بدون ما تشتغل في وظيفة داخل شركة أو مصنع أو محل في إسبانيا تخيل معي عزيز المتابع أنك تحصل على الفيزا هيري وتسفر الإسبانيا وتعيش فيها حياة رفاهية بدون شغل وتتفرش في مباريات ريال مدريدي إذا أنت مدريدي أو تروح للكبنو إذا أنت مشجع لبرشلونة ومن بعد تقذ بيق السيف في إبيزا وتعيش الحياة اللي أنت حابة لها بدون شغل وبدون متعب نفسك فقط تصرف فلوسك وتعيش حياتك هذا هو مفهوم الفيزا الغير ربحية في إسبانيا تتحصل على الفيزا تسفر الإسبانيا وتعيش فيها بدون ما تشتغل في وظيفة داخل شركة أو مؤسسة أو محل لأنك لن تحصل على تسريع عمل حتى تشتغل به وعلى فكرة يا جماعة أنا معي فريلونس فيزا متع فرنسا وتشبه الفيزا هيري يعني لا يحق لي العمل بنوع الفريلونس فيزا في شركات أو محلات في فرنسا أصلا أنا ما نحب نشتغل عند حتى شخص يعني كل شغلي أونلاين عبر الانترنت لأني بخلاف المحتوى اللي نقدم فيه نعمل تداول ومستثمر فيه شركات وعندي مداخل شهرية والحمد لله وفيزا هيري الإسبانيا نفس الشيء تسمح لك أنك تشتغل أونلاين أو عندك تجارة خارج بلدك مثلا عندك محل عندك مقهى تشتغل أونلاين مثلا عندك محتوى أو مسور فوتوغرافي أو مسامم غرافيكي مترجم تعمل تسويق يعني هناك كثير وظائف ممكن تشتغلها في إسبانيا وأنت في بيتك أو في أي مكان لهذا السبب حكومة إسبانيا عملت الفيزا هيري حتى تجيب ناس أجانب وتخليهم يعيشوا في إسبانيا بشكل قانوني طبعا في المقابل للناس هيري لا تشتغل في إسبانيا داخل شركة أو مؤسسة أو محلات تشتغل أونلاين عندك تجارة ممكش حاب تشتغل من أصله هذا الكل يعود لك الحكومة الإسبانية لتدخل فيك إطلاقا واحد فيكم سيقول لي هي حكومة إسبانيا ما ربحوها من كل هذا ماذا تستنفع كيف تجيب ناس وتخليهم يعيشوا في إسبانيا بدون لتشغلهم ولا أي شيء الحكومة الإسبانية تربح منك أنت ومن أي شخص يعيش داخل إسبانيا بالفيزا هيري لأنك أنت أو أي شخص مسافر بالفيزا هيري سيصرف فلوسه في إسبانيا ستدفع ذرائب وإيجار ومصاريف يومية وما إلى ذلك وهذا يساعد الحكومة الإسبانية اقتصاديا أنت ستساهم بطريقة ما في اقتصاد إسبانيا لذلك الحكومة الإسبانية عملت الفيزا هيري خصيصا لأنها تعرف أن كل شخص يسافر الإسبانيا بالفيزا الغير بحية هيري سيساهم في دوران عجلة اقتصاد البلاد لذلك حكومة إسبانيا تجع على الفيزا هيري أظن أنه أصبح عندك معلومات عن الفيزا هيري خلينا الآن ننتقل للقسم الثاني ما هي امتيازات الفيزا والشروط والأوراق اللي لازم متجهزة حتى تقدم بها على الفيزا خلينا نبدأ بالمميزات أو الإيجابيات أولا الفيزا هيري لا تشرت على المتقدم اختبار في اللغة الإسبانية يعني أنت لن يطلب منك تكون عندك لغة إسبانية أو إنجليزية ثاني ميزة لا يوجد شرط عقد العمل الناس اللي عندها مشاكل مع عقد العمل الفيزا هيري لا تشرت أنك تجي بعقد عمل أصلا كما قلنا أنت ستشتغل أونلاين أي عندك تجارة خارج بلدك يا كيف تصل تشتغل في النوار حتى تصرف على نفسك ثالث ميزة لا يوجد شرط للسن مهما كان عمرك يحق لك التقديم على الفيزا هيري رابع ميزة الفيزا هيري مفتوحة لكل الجنسيات مهما كان بلدك المهم خارج الاتحاد الأوروبي خمس ميزة إذا أنت متزوج يحق لك استحاب عائلتك معك يعني زوجك أو زوجتك والأولاد ويحق لأولادك الدراسة في إسبانيا بالمجان إذا عمرهم أقل من 18 سنة سادس ميزة أنت ستحصل على إقامة مدتها سنة وتقدر تجددها سنويا وبعد خمس سنوات ستحصل على الإقامة الدائمة سابع ميزة أنت تقدر تشتغل كما قلنا أونلاين الآن يا جماعة العالم لكل تطور وكل شيء أصبح على الانترنت وممكن أن تكون عندك مصدر دخل من شغل أونلاين أو إذا عندك دجارة في بلدك أو مدخيل شهرية المهم أمورك تمام هذه كل المميزات الخاصة في فيزا الغير بحية في إسبانيا حسناً خلينا ننتقل للشروط والأوراق المطلوبة اللي لازم تجهزها حتى تقدم بها على الفيزا ركزوا معي جيداً أنا سأشرح لكم الشروط والأوراق المطلوبة من الموقع الرسمي لحكومة إسبانيا من مصدر رسمي تجد هذا الموقع في صندوق التعليقات في أول تعليق أنا سأبسط لكم كل المعلومات أولاً لازم تملأ استمارة التأشيرة واستمارة طلب تأشيرة إقامة لغير العميلين هذا سهل جداً تحمل الاستمارة في جهازك وتملأها تضع فيها معلومتك الشخصية وتجيب على شوية أسئلة ثانياً لازم يكون معك صورة شخصية بحجم جواز السفر ثالثاً جواز السفر سيري المفعول لمدة سنة من تقديمك على الفيزا يعني باختصار أنت لما تروح حتى تقدم على الفيزا تعمل نظر على باسبورك تجد سيري المفعول لمدة سنة أو أكثر رابعاً ركزوا معي جيداً هنا إثبت الوسائل المالية أنا سأبسط لكم الموضوع أنت لازم يكون معك مبلغ مالي في حسابك البنكي يغطي نفقات إقامتك في إسبانيا خلال عام كامل وأنت رايح للسفر حتى تقدم على الفيزا لازم يكون معك كاشف حساب البنكي يثبت أنه معك مبلغ مالي في حسابك حتى تصرف على نفسك طول فترة إقامتك في إسبانيا أو عندك مدخول شهري كما قلنا في أول الفيديو يعني أنت مثلاً عندك مشروع عندك محل عندك تجارة تشتغل أونلاين يعني كل شهر يدخلك مبلغ مالي المهم يكون المبلغ هذا من الشركة أو المحل أو المؤسسة التي تشتغل فيها يعني مش أنت تشتغل في شركة أو مؤسسة في بلدك وتروح تأخذ معك إثبات أنه يدخلك راتب شهري من الشركة هذه وقتها تحصل على رفض لأنك أنت مسافر حتى تعيش في إسبانيا يعني لازم المدخول الشهري يكون من مشروعك أو تجارة أو محل حسناً ما هو المبلغ اللي لازم يكون في حسابك البنكي خلال السنة كاملة لازم يكون في حسابك البنكي 26 ألف يورو أو 2150 يورو في الشهر لازم يكون معك في حسابك البنكي ما يعادل 26 ألف يورو لمدة سنة أو يدخلك شهرياً على حسابك ما يقارب 2150 يورو أو أكثر حكومة إسبانيا لن تأخذ منك المبلغ هذا فقط تكون في حسابك البنكي حتى يعرف أنك قادر تصرف على نفسك طول فترة إقامتك في إسبانيا ولن تكون على إسبانيا وإذا أنت متزوج كل فرد من العائلة زيد عليه 6000 يورو يعني متزوج وعندك ولد لازم في حسابك البنكي ضيف على 26 ألف يورو 6000 يورو عندك زوز أولاد ضيف عليهم 12 ألف يورو وهكذا أظن أن المعلومة واضحة خامساً لازم يكون معك تأمين صحي لمدة سنة يعني غطي طول فترة إقامتك في إسبانيا تروح لأي شركة تأمينات وتعمل تأمين صحي بعام كامل وسادساً يكون معك شهادة سجل جنائي تروح لأي مركز شرطة في المدينة لأنت مقيم فيها وتجيب منهم شهادة تثبت أنك خالي من الأحكام والجرائم سابعاً شهادة طبية تثبت أنك لا تعاني من أمراض معدية فقط هيري كل المساندات المطلوبة منك تجمع كل الأوراق هيري وترجمهم باللغة الإسبانية من بعد تروح وتقدمهم على السفارة الإسبانية أو القنسولية في بلدك من بعد تحصل على الفيزا وتسافر إلى إسبانيا وكما قلنا الإقامة تجددها سنوياً نسبة قبول الفيزا مرتفعة جداً لأن إسبانيا تشجع على الفيزا هيري بشكل كبير يعني إذا جمعت كل المساندات في نسبة قبولك تكون كبيرة جداً أنت مش مشبور أنك تثبت لهم شغلك بل عكس يكون في حسابك البنك 26 ألف يورو فأنت مؤهل بشكل رسمي للحصول على الفيزا أظن أني بسط لكم كل المعلومات فقط هيري كان كل شي في فيديو اليوم لو الفيديو هذا عجبك واستفدت منه أي معلومة ما تنساش تدعمني بلايك وتشارك الفيديو مع أصحابك والناس يتعرفها مهتمة بالهجرة إلى إسبانيا